يا صباح الورد والياسمين على أحلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر صباحكم مشرك بنور الله تعالوا نشوف من معي في المطبخ وهنبدأ يومنا إزاي فيديو جميل إن شاء الله تستمتعوا به حطوا لنا لايك حباب واشتراك في القناة وحباب ومتابعين في كل مكان عاملين إيه يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وربنا يجعل أيامكم كلها يا رب بفرحة وسعيدة وهنا اللهم أمين يا رب العالمين أخوتي وحبابي بشكركم مع تعليقاتكم الحلوة واشتراكاتكم كمان يعني بشكر أي حد داخل عندي جديد بقول لكم شرفتوني ونورتوني على راسي من فوق والله وجودكم شرف لي والمستمرين معي واللي معي من زمنه وكل واحد معي في القناة طبعا بشكركم حبيبي ربني يجبر بخاطركم ويساعدكم واللهم أمين يا رب العالمين فيديو النهاردة طبعا هنقول كده جالي نظيف طبعا هتشوفوا كل حاجة وتعرفوا معي في الفيديو بس حطنا بأكد اللايك للفيديو واشتراك في القناة الفضل ما ليس أمرا ويلا بأكد قبل من نبدأ في فيديو النهاردة نقول ايه زي ما احنا متعودين ولو ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا يا محمد صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدينة وتحقق بها الأمال وتشفي بها كل مريض وتعطي كل مشتئ بصدرية الصلاحة والخلف الصالح اللهم امين يا رب العالمين بحق الصلاة على الرسول اللي عليها أفضل الصلاة والسلام اخواتي وحبيبي تعالوا بقى كده نشوف فيديو النهاردة ايه اللي حصل طبعا زي ما انتوا عارفين وقلت لكم يعني في شقة في القصة البر بنصيف بقالنا كده آآ ستة أيام فجينا بقى كده بأختي جاية عشان تقضي يوم معانا قبل ما نروح وجاية بقى كده هي وابنها طبعا آآ أنا وأختي وأزواجني يعني معانا كل واحد في شقة ولقيت أخت بقى كده جاية لنا فجأة عشان تقضي يوم معانا طبعا آآ قبلتها زي ما انتم شايفين كده أول حاجة طبعا يا ما كانتش راضي تفتر من الصفر يعني تعبانا يا وابنها وكده فقلت لأ لازم برضو كده يعني أكلها كده ولقمة الحباب مع بعض ولو عيش وملح طبعا الاخوات طبعا كلنا عارفين الاخوات ما بتعوضوش والاخوات يعني حاجة كده يعني كده حاجة نعمة ربنا يا ربي دمها نعمة في حياتنا اخواتنا طبعا ما بتعوضوش والاخ والاخ والاخت أهم حاجة في الدنيا وطبعا يخليهم يا رب ويبرك فيهم فطبعا اخت جات لي وبعد ما جهزنا فطار وفطرنا آآ قلت بقى كده يلا نستغل بقى كده فرصة ووجودها بقى كده طبعا ولا عمري أستغل وجود اختي معي أن أنا آآ أشغالها ولا أنا أعمل لكن طبعا هي جات ويعمل نعمل سوى طبعا زي بتركو هي مش ضيفة يعني صاحبة بيت وقمنا وعملنا سوى جهزنا فطار طبعا نسبتها الأول يعني ارتحت وكده وبعد كده آآ بعد ما جهزت الفطار قامت بقى كده كنت أنا هروأ وأخسل يعني طبعا كل يوم كنت بقى لازم أننا أروأ الشقة كده وآآ بالمية بقى والبريل وكده ونغسل ودون ونخلي كده والبرندة والشقة كلها تكون كده نظيفة وتكون يعني آآ حاجة كده احنا جايين نغير جو وجايين نتفسح فعايزين بقى كده قاعدة نفسها تكون قاعدة مريحة فكنت كل يوم اعمل كده طبعا يا قالت بقى عنك كده وأنا بصراحة لما صدقتي طبعا تشيل عني يعني آآ هو الشغلة وانا ورانا ولا ايه يعني عايزين نتفسح وعايزين نتبسط فبصراحة سبتها تعمل معي وقلت يلا بقى كده فرصة اختي حبيبتي هتشيل عني وطبعا هي على طول شيل عني في تعبي وفي كل اي مناسبة عندي ألاقيها هي تيجي وربنا يخليها يا رب طبعا ولا عمري أنسى وقفت اختي جنبي ولا وقفت اخوتي جنبي لما تعمل معاك معروف يبقى تنسوا المعروف سواء اخت او اي حد غريب لما حد يعمل معاكو معروف يبقى تنسوه ولا تنسوا جميل اي حد طبعا ولو بدعوة حلوة يعني لو ما قدرتوش تعملوا حاجة يعني فعل لو بدعوة حلوة انتو تدعوها لاي حد يعمل معاكو معروف يعمل معاكو يقف جنبكم باي حاجة ده طبعا تبقى ناس محترما لما حد يقف جنبك في الزمن ده وقت بأي حاجة سواء بمسندة أي مسندة بقى كده يعني بتبقى لها مش بقى كده مسندة بالفلوس والمسندة لا أي حاجة أي معروف مهما كان ده طبعا لازم إن احنا نقدره بيننا وبين بعض فلأن ناكل الجميل أو ناكل المعروف ده حاجة يعني بتبقى والعيازه بالله فطبعا لازم إن احنا كده نفتكر ربنا في كل حاجة لما حد يعمل معروف معانا لازم ولو بدعوة حلوة إن احنا نفتكر كده يا أختك تفتكري حد غريب عمل معك معروف تفتكري فطبعا أختي كانت تشغيلين على طول في كل حاجة سواء في البيت وشغل الناس شغلنا عندنا في البيت تيجي تعمل معايا تعبانة تيجي تعمل معايا في أي ظرف ألاقي أختي بصراحة ربنا يا ربي ده الصحة والعافية ويخليها لي وطبعا لما جات وزي ما انتم شايفين برضو أهيت قامت ومش قالت بقى كده جاية يوم تفسح وجاية يوم من أنا قاعد قامت برضو وروقت معي الشقة وحضرنا الغد هنشوف ده كله مع بعض وروقت أهيت يعني شلت عني بصراحة زي ما قدروا لكم يعني لأن في البيت أنا طبعا ما عنديش بنات فأنا بعمل كل حاجة في البيت من كل حاجة طبعا هتا لو ابنك حاب يساعدك بتلاقي يعني لو عشان طبعا هو ولد وكده لما بيساعد بحاجة بيبوز كام حاجة قدامه يعني ابنك عشان ابنك يجي يساعدك كده في أي حاجة يعني قطر خيرهم آه أولادنا كلنا ربنا يبارك فيهم يا رب لو هو في موخن هو يعني بساعدك في حاجة أو في كده هتلاقي تدخل المطبخ تلاقي كام حاجة بوزت قدام فطبعا أنا بعمل كل حاجة زي ما انتم شايفين كده الواحدة وهي دخلت أهيت معي بعد ما روّقنا الشقة أو كده نو هي دخلت بقى كده على الغداء اهيت كنتنا طبعا اول ما جات على طول طلعت الفراخ من الفريزة كنت وغداها معي وكنت حطاها في المية زي ما انتم شايفين كده وغسلناها طبعا كنت رعاها في مية وملح ولمون غسلتها اهيت وبعد كده حطناها في مصفى الاول صفت اي حاجة فيها وعمل بقى كده التدبيل طبعا نسبتها تعمل كل حاجة بطريقتها وكل حاجة زي ما هي عايزة بتقولها تدوهم هتعملهم ازاي قبتلها زي ما انت عايزة احنا بقى لا ناكل النهاردة من ايدك وزي ما انتم شايفين كده بعد ما غسلتهم غسلة حلوة تبلتهم زي ما انتم شايفين كده وحطنا بقى كده اللوري والقرفة وحبهان وكل حاجة بهارة اللحم وفلفل اسود وكل حاجة حطناها وحطتهم بقى كده على النار وخيط بقى كده الرزة عشان تخسل الرزة اهي وقت وهناعمل بقى كده شوية رزة بس متى وزي ما قلت لكم يعني انا وهي شغلين في المطبخ بس بصراحة شلت عني هتا وانا بقى ما داني مقفة كده لوحدة في المطبخ بتلاقي حدي تكلميه بتلاقي حدي ونسك حدي بيشل عنك طبعا غير ما انت لو كشغلة في المطبخ لو ما انشغلتش بقى كده بذكر الله وستلاته حتلاقي موخك يود ويجيب في حاجات ملهاش اي لازم اي مشكلة كانت حصلت من زمان حد عمل زعلك بحاجة حد فرحك يعني احاجات كتير هتلاقي موخك بقى كده هيود ويجيب لكن ايا كانت بصراحة وقف معي في المطبخ عمل النضحك ونهصدر وكل حاجة والتفينك من زمان فزي ما انت شايفينه هو حضرنا بقى كده للاكلة هو عملت الفراخ وكانت بقى هتعمل زي ما تلوكم مروز لبلدي مصري بس هنعملو بطريقة البسمتي يعني اللي هي اللي هنعملو الكركم وبرضو اللي هو الرز المبهر هنعمل ايه بنشوح بقى كده البصل اهيت وباعد كده بنحط التوابل والبهار اللي هي القرفة وحبة هان ولورة مع البصلة كده وبعد كده هنحط الاول السمنة اهيت وبنحط بقى كده البرIDS اللي انت عايزاها وتقليب كده ده كله مع بعضه وبعد كده بتحط الرز وياخد له يعني تحط بقى عليه معلقة الكركم والملح تزبط بقى كده الملح بتاعه وبتزود بقى كده شربة على ميا ميا بس شربة بس زي ما انت عايزها وبعد كده هنشوف هنعمل طبعا هي بتحط هنا سمنة على زيت وبعد كده هنحط بقى زي ما تلكم البهارات الصحيحة لو لو حبها هين ومعود قرفة ولمونة مجففة ده كله كده مع بعضه ياخد بس كده نطلع بس النكهات بتاعة التوبل البهارات الصحيحة ديت وبعد كده هنحط عليه الرز على طول زي ما تلكم رز مصري بس هنعمله بطريقة البسمة طبعا كنت هنا بقى كده طلعت برا طبعا كنت واقفة يعني اصور شوية ابنها يصور شوية ابني يعني مش كولي طبعا الاولاد طبعا مكنش بقفوا معنا خلص في المطبخ وما عايزين يلعبوا عايزين بس برا فكنت بحاول اصور شوية اروح اعمل حاجة فبصراحة لقيتها بقى كده هنا عملت الرز اهوات وهتحط كبير معلقة كوركم عليها عشان بس تلون مفاتح شوية هتحط كبير معلقة كوركم وزي ما انتم شايفين اهوات يبقى كده غدنا النهاردة هنعمل الفراغ ولسه بقى كده هتحمرها برضو وهنشوف هنعمل ايه معا بعد حطونا لايك يا حبيبي واشتراك في القناة فضلنا لسه امرا وطبعا اخواتي يعني دخلوا اكتر من يعني متابعين لي الجدد يعني اه هم اخواتي وحبيب كلنا بس دخلوا بقولوا والله كناتك جميلة وكناتك مظلومة مش عارفة يعني هم لسه اول مرة وقالوا نشوف كناتك واحنا اه في فيديوهات المصرف بقول لكم والله العظيم كله خير وبركة كله نعمى من عند الله ويقولوا لما ربنا يريد بحاجة بتلاقوها اه في يعني لو اكتبعت الامة على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا اه بشيء ان كان كتباه الله لك فطبعا لما ربنا بريد مهما ربنا يخليكم ليه امو تابعيني وحبيبي على الاني وعلى رأسي تبقوا برضو انتم سبب في نجاح وسبب في ان الكناتك تكبر بس بفضل الله اولا ثم بيكم لما ربنا يريد حبيبي شايفين بقى كده رزا عملي زي بقولوا هتسلم ايدك حبيبتي واختي حبيبتي وحمرت الفراخ والخير على اقدام الوردين والفيديو جاء ان شاء الله هنشوف ايه اللي حصل في رعاية الله حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته